عاوزين نعيش مع المعاندي يا دكتور. ربني. كنتم سامعة ولا زي اسمع بيه وبس. اه. 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 يعني انا انا لسه بقول لنفسي وطبعا وربني يعفزك واولادك واولادي. اقول كنتم سامعة ولا زي اسمعت. تسحس كده ان سامعك الجميل ده بقى متبرمج ان هو اه كأنه اول حاجة اه حاجات كتيرة منها انه لا يسمع الا الخير. سبحان الله. ويرفض ابدا ويقبأ ان 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 يدخل ويقبل الشر. يعني مثلا. هنا مع دكتور هنتحول لعكس الراجل ده تماما. عكس تاني. اه يا سبحان الله. فدي حاجة مثلا نخلي بالحضرتك لان كلام النبي حمال بالمعاني الصحيحة الجميلة هيقول لك ايه يقول لك مثلا زمان واحد وهو كان اه على معصية. نعم. يقول لك كان يسمع اغاني. فبعد ما اصبح هيقول لك سبحان الله انا اسمع الاغاني ده اقرف. احس كده بقرف حقيقي. وبنكد. انا انا مش بقى انا مش بقى اعاني وبقى اكابد علشان اعرض عن الاغاني. لا ده انا اصبحت فعلا كرهها فعلا. كرهها فعلا دي بترجعك لحتة وهنرجع تاني لحد سمعه الذي اسمعه. اه لسيدنا عمر بن الخطاب لما قال والله يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. اه احبك اه فيعني قال اه اكثر من كل شيء الا نفسي. نعم. قال لا يا عمر. حتى اكون احب اليك من نفسك. اي نعم. قال ازن انت الان احب الي من نفسك. الجماعة اللي مش فاهمين. اللي مش فاهمين. طبعا ده 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 انا كده خلي بالحظة انا برحمهم يعني. اي نعم. اللي مش فاهمين يقول لك الله وسيدنا عمر ده ده على زرار يعني. انتو شوفوا انتو يا انتو يا يا اسلاميين. اه وطبعا احنا شرفين ان يوصفنا بالوصف ده. حي. انتو بتقولوا يعني على طول سيدنا عمر قال لا انت الان احبق اليه من نفسك. سيدنا عمر ده جابها كده على طول. اقول لك يا حبيبي جابها على طول ليه? لان سيدنا عمر علي ما ينقينا ان نجاته. وليس هناك طريق للنجاة الا ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احبق اليه من نفسك. نعم. فهو في الحال راح واخد القرار ده قرار ايماني. هو قبل كده ما كانش فاهم النقطة دي. نعم. يعني هي مش مسألة يعني ايه داس على زرار زينتو. لا او ما كانش فاهم انه لا لن يكتمل الايمان الا ان يكون الرسول احب عليه من نفسه. فلما علم ذلك فيتحول في الحال اه لان عارف ان ده هو ده طريق النجاة. فهنا بقول لحضرتك اه الانسان ده اللي بقى رجل بقى دين ومشي فيه طريق الطاعة والفرائد ثم النوافل وبرده ده الانسان زيك يرتب حياته تكتب صحيح. ما راحش للنوافل وسبب الفرائد. ما راحش مسلا ليه اه يقول لك مسلا انا اه 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 امشي اروح ام اعمل مشوار في الخير. وهو سيب ابوه وامه ما بيسألش عنه. ما يقول لكش مسلا انا هصلي بالليل اه قيام ليل وده طبعا اه وما اقدر كمان قيام الليل. اه يعني النوع سيد الالس في حق سيدنا عبد الله ابن عمر نعمة اه العبد لو كان يقوم من الليل او لو كان يقوم من الليل. فطبعا عبادة عظيمة جدا لكن طبعا اعظم منها واهم واولئ الفرائد طبعا. اي نعم صحيح. مرتبة. فالحديث التي تبلي الاهم فالاهم والاولى فالاولى. في نقطة سامع والازل مع بيها دكتور. سبحان الله مرح بالليل بالضبط كنت مع صديق ليه في اللقاء. وبعدين فوجئنا ان كان في هذا اللقاء فقرة اه موسيقية. كان لقاء رسمي معين فانا الحقيقة انت منزعج يعني مش بحبها يعني. اي اي. اه. فضلا ان الله عز وجل حرمها سبحان وتعالى بنص واضح كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لقيت انا فعلا لا احبها يعني حتى. نعم. مفيش اي ميلة لها. اي نعم. فصديقي قال لي كلمة عجيبة جدا افتكرتها وحاك بتقول اه كنت سمعه والذي يسمع به. فكان في احد الناس متفاعل جدا 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 مع الموسيقى وكأنه يعني اه اتي شيئا عجيبا. نعم. فصاحبي ده بيقول لي بص زي لما احنا بالضبط انكم من نسمع المنشاوي. نعم. حضرتك. صح. التفاعل بتاعنا مع المنشاوي الله يرحمه واحد قراءنا يعني. صحيح. وآآ مع القرآن الكريم. مع استمتاعك بهذه الحالة الايمانية العجيبة. صحيح. هذا الرجل عايش بيها. صحيح. قلت بالله العظيم فعلا تعبير في محله يعني. نعفذك يا رب والمسلمين والطائحين. آآ لان هي هنا الفطرة انتكست. بالضبط. مع ان هو ربنا رزقوا آآ يعني فطرة وعلى فطرة صحيحة. نعم. بس وفود اللي يبوزها بالنقاط السوداء اللي نكتت في القلب اللي احنا تكلمنا عنها في الحلقة آآ الماضية. فحضرتك ايه? از بقى على كده سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر يده رجلهم. التلاتة دول اصبحوا ايه السمع والبصر والرجل والايد ما يمشوش الا في طاعة. ده رقم واحد. مش كده وبس كمان. لا ده ويبصرون الاشياء على حقيقتها. يعني بقول لها حقيقة الحديث حمال وجوه. وكلها وجوه صحيحة. يبصرون الاشياء على حقيقتها. يعني حضرتك انت لما تروح مثلا آآ تستشير آآ حد من اهل العلم مثلا. واهل الفضل من العلماء الاجلاء. فهو احنا ليه بنروح له احنا احنا مش بنقول انه هو آآ اوتي من الزكاء ما لم يؤتى غيره. لكن لا اوتي من البصيرة ما لم يؤتى غيره. ايه صحيح. ايه صحيح. كراما من الله له.